احمد عبدالقادر المتقلق اليوم في مباراة اليوم صاحب الهدفين النادي الاهلي امام فلمانجو البرازيلي قال ايضا تصريحات مهمة بعد المباراة وقال ان احنا كنا نسير بشكل جيد في المباراة وحاولنا النفوذ ولكن صادفنا سوء حظ كبير وقال ان في ركلة جزاء ما يعرفش مدى صحتها اللي هي على محمد هاني وقال كمان ما كانش فيه تعمد خالص من لا محمد هاني اللمس الكرة باليد وحمد ربنا على النتيجة بعيدا عن اي شيء وقال ان الطرد اثر كثير علينا واحدث لغبطة في تشكيل الفريق وبالتأكيد المباراة دي بتلعب على تفاصيل صغيرة بحسب تصريحات احمد عبدالقادر